تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من درداشة إنجليزية اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم اثنين على قناة سيلفي سبورت طبعا كالعادة في هذه الحلقة بنتكلم عن أحداث متنوعة صارت في هذه الجولة بس مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اعملنا عنها فيديو مبارح فاروحوا شوفوه بالقناة مش هنتكلم عنها في حلقة اليوم هنتكلم بقضايا مختلفة منها كاسل في نيو كاسل ردة فعل أرسنال وفوز مانشستر سيتي ومدربين كبار رح يرحلوا عن الدور الإنجليزي يبدو قريبا جدا والاحتفال اللي قالم كثير ناس في هذا الأسبوع ورح نتكلم أيضا عن نقطة حسن فيها لفربون وفرقت معا كثير بعودة تياغو الكانتارا نبدأ بصورة فاردي مع رانيان الاحتفال المؤلم جدا الاحتفال للعلم أنا أشك أنه كان مقصود أنا شخصيا يعني أنا أعتقد هو احتفال عفوي من لاعب جاءت قرب مدرب المصور شاطر لقطة الفيديو شاطرة جابوهم بهذه اللقطة فأنا أشك أنه كان فيه أي نوع من التعمد لأنه فاردي بيعرف لو شو ما صار بضر نياري بالنسبة لجماهير لستر سيتي حالة خاصة جدا بس هو احتفال بوريك الوجه ربما المؤلم في كرة القدم الوجه اللي فيه مشكلة بكرة القدم أنه بتكون مع واحد اليوم بكرة بصير خصمك بكرة بصير عدو وكب تلعب ضده وبعد سنتين بصير معك هذا التقلب العاطفي المستمر صعب جدا في كرة القدم لكن أيضا بوريك قداش الانجليز شاطرين باللقطة باللمحة بالصورة قليل جدا الدوريات اللي بتقدر تصيد هيك شي في مباراة بين ليستر وواتفور الشعبية تاعت الناديين ما بتتعدى تقريبا حدود المدن اللي بينتمو إلها ومع ذلك كان فيه لقطة اشتاحت وسائل الإعلام الانجليز شاطرين كثير فيه هذا الشيء فيه شي ثاني أيضا خلينا نتكلم عنه نيو كاسل نيو كاسل عم بيخسر مع أرسيناد الفريق بنعرف أنه جودته محدودة مش هاكله كثيرة لكن بدأت أشعر أنه لعبين نيو كاسل بدأوا يراهنوا على السوق الشتوية إدارة نيو كاسل بتراهن على السوق الشتوية هذا الشيء منطقي لما يكون معك عشرين نقطة خمسة عشر نقطة ثمانة عشر نقطة مش معك ست نقاط فنيو كاسل عشان يضل لازم يوصل السوق الشتوية معا خمسة عشر نقطة وإلا هذا التراخي وتكاسل وتواكل نهايته الهبوط أنا عملت فيديو في الماضي وقلت نيو كاسل ما عندوش مشكلة بالهبوط لأنه عندي معلومات أنه ضمن خطة الأعمال ماخدين بعين الاعتبار أنه إحتمال يهبطوا في الموسم الأول فمش مشكلة هذا بالنسبة لمستقبل لكن ليش تهبط إذا بتقدر تنجو الآن مبارياتين جايات مباريات حاسمة لازم يجو فيهم ست نقاط لأنهم مباريات بالإيد مع نورويتش ومع بيرنلي فبالتالي لازم يفوز فيهم نيو كاسل إذا حب يكمل طريقه لازم يوصل نهاية السنة مع 15 نقطة لو ناوي ضل أقل من ذلك أعتقد شبه مستحيل لأنه ما في صفقات بالشتة حتجيبها تقلب الفريق رأسا على عقب وتخليه يجيب 40 نقطة مثلا فبالتالي كثير مهم يوصل الفريق 15 نقطة يلعب بهدوء بالإياب بيكون هدفه تقريبا 25 نقطة على الأكثر وبيكون بيضل بالدوري تعادل جديد لليتز يونايتد هذه المرة بيلسا عم بيتعادل مع برايتون في مباراة شهدت إخراج كيفين فيليبس مبكرا والكلام إنه والله مش مصاب وبكل بساطة هذا كان جواب بيلسا أصبح الآن في المركز 17 بفارق ثلاث مقاطعا مركز الهبوط 18 اللي بيعرف بيلسا كويس بيعرف إنه بتوتن هون بيعرف إنه مبلش يخترع هون مبلش ممكن يصطدم بلاعبين أصبحوا رموز أو أصبحوا ثابتين ومتحكمين بغرفة تغيير الملابس فأنا ما بعرف ليش عندي شعور إنه ربما يكون بيلسا الاسم الكبير المقبل اللي حيرحل عن الدوري الإنجليزي صح ليتز حيكون مدين إلو باللي عمله إياه وتطوير اللي عمله لكن ليتز ربما يفكر إنه آه عمل اللي عليه بس أخذ راتبه وله مقابلهم والآن يبدو إنه لازم يدخل شخص آخر ينقضنا إنه نهبط بس العلم مش بيلسا ربما يكون الاسم الكبير القادم للرحيل في واحد ثاني بنافسه على الموضوع رفايل بيناتز ست مباريات نقطة واحدة مع إيفرتون خسر مع برينتفورد اللي بيفوز أول مرة من ثلاثة أكتوبر عنده إصابات في إيفرتون لكن أيضا فيه فريق قمة التشتت قمة التذبذب عدم الترابط واضح جدا على هذا الفريق وكأنه بيناتز مش قادر يحط فيه يعني خلين نحكي لمسة مدرب حتى الآن فيبدو ما بين بيناتز وما بين بيلسا أحدهم سيرحل ليكون خبر في الإعلام الإنجليزي أرسنال ردة فعل ممتازة أمام نيو كاسل أهم شي في تلك الردة الفعل أنه شفنا نفس الشكل نفس الأفكار أرتدتا مارتعب بعد خسارة لبربول آمن الآن أنه أهم شي عشان تتطور أنك تثبت صرنا إحنا كمشاهدين لما نفتح مباراة أرسنال نعرف كيف رح يلعب مين رح يلعب كيف رح يتحركوا بدأ الآن لأول مرة منذ وصول أرتدتا للفريق يصير فيه شي اسمه منظومة إنه نفهمها فلسفة واضحة فيه شي عم بيتحسن الفريق طبعا أكيد لسه نقصه أشياء وأكيد رح يرجع ينتكس أنا بقولكم رح يرجع ينتكس بعد فترة ممكن ينتكس مبارتين ثلاثة متوقع ذلك لكن الفريق بدأ الآن يكون له شكل ولما يكون له شكل حيصير ممكن تعديله بالسوق الصيفي المقبل بس لما ما يكون له شكل حتكون كل الصفقات مش مفهومة لأي حدا فينا أهم شي بهذا الفوز إنه أثبت إنه هذا الفريق أفضل نفسيا من الحالات الماضية لما كان يتلقى خسارة وفينهار لفترة طويلة رغم سقوط ليبربول كان مؤدي لكنهم استيقظوا لكن ليبربول أيضا عبر سرسالة للجميع على مرشح فوق العادي لللقب أنا مثل مثل المان سيتي ومثل تشيلسي باختصار لما ليبربول يكون عادي عادي مش ممتاز لما يكون عادي ما في حدا بيعرف يلعب ضده اسلوبه هذا الشي واضح لما يكون ليبربول 7 من 10 ما في حدا بيقدر يلعب ضده مرتاح تقريبا هذا الشي شفنا بكل المواسم منذ وصول يورجوني كلوم بس ليبربول يكون 7 من 10 ما حدا حيعرف يلعب طبعا لما يكون ليبربول أعلى من هيك ليبربول حيحطمك في أرض الملعب فوز مهم جديد لما نجي نطلع التحركات تمركز مثالي ليبربول عم بحقق انتصار فترة قلت ليبربول عنده مشكلة انه يمسك المباراة يمسك الرتم يتحكم يعمل كنترول في اللقاء وجود الكنتارا مع وجود التوازن البدني اللي بيعطيها فابينيو هندرسون مع بعض بيخلوا هذا الفريق عنده اللاعب اللي قادر يتحكم بالرتم قادر يتحكم بتغيير اتجاه اللعب قادر يتحكم بمنطقة التمركز والاستحواذ اللي هو الكنتارا طبعا بمساعدة هون من هندرسون وفابينيو وايضا بيخلي الفريق ديفعيا متوازن بفابينيو هندرسون وبمساعدة الكنتارا كان في مشكلة واضحة بالتحكم بالرتم كان في مشكلة واضحة بالتحكم بالاستحواذ باتجاه الكرة عند ليبربول قبل الكنتارا الكنتارا المفروض اذا تم الرهان عليه وتم تطويره وتم دمجه بشكل مثالي بشرط ما يخل منظومة افكار كلوب اللي تكلمنا عنها قبل قليل انه لما تكون طبيعيا ما حدا بيقدر يلعب ضده هون حيصير ليبربول فريق مشكلة كبيرة لانه معاكرة حيكون بهزمك بسرعته وبهزمك بقدرته على التحكم في الرتم في هذا الملعب فهذا رهان مهم ما بين انك تجيب الدوري او لا اعتقد مدى اندماج الكنتارا في منظومة ليبربول وبنختم مع مانشيستر سيتي اللي حقق فوزو الخامس على التوالي منذ السقوط المفاجئة مع كريستال بلس رغم الاجواء السيئة ايقور ديولا اصبح الان اكثر خبرة اكثر نلجا وهي المباريات بتعامل معها بهدوء وبسهولة في الماضي كانت كل مباراة فيها شتاء او ثلج اللي بيذكره جمهور برشلونة دائما فيها تعثر لاغوارديولا لكن الخبرة التراكمية فادته انتصار بهم على وستهام استحواث كامل مباراة تقريبا كانت من طرف واحد في معظم اوقاتها واجمل شي عم بيحصل مع مانشيستر سيتي انه مين مايلعب بتشوف نفس الافكار ونفس الفلسف ونفس الاسلوب مين مايغيب ما بتحس فيه دي بروين لعب ما لعب بطل يفرق فعليا وهذا شي صار واضح دي بروين بيعطيك النحية الابداعية المطلقة لكن عادي لو مش موجود فيه منظومة عم تقدر تستوعب كل الموجودين واللاعبين نتيجة اطالة عمرهم بالفريق اصبحوا جميعا عارفين ادوارهم للعلم لو نلاحظ لبربول ايضا ميزتوا انه معظم اللاعبين لسه بيلعبوا مع بعض من سنين طويلة واللي رحل تاريخ الكرة الانجليزية وتاريخ كرة القدم بشكل عام وانجاز ما صار مثله صارت مع ارسنال 2003-2004 بعد ما طولوا مع بعض سنين حققوا الدوري بلا خسارة وصارت مع ريال مدريد من 2016 ل2018 ثلاثية الابطال بعد استدامي لسنوات ما بين نفس اللاعبين في الفريق فانا عندي شعور سيتي او ليبربول باي لحظة حيفاجئونا بانجاز خارق ما متكلم عن دوري ربما متكلم عن شي اكبر من ذلك ما بعرف متى وما بعرف شو نوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابعوني على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله